رغم اعتقادنا أننا نعرف كل شبر من كوكبنا فلا يزال هناك كثير من الأماكن الغامضة التي يصعب تفسيرها تاريخيا وعلميا وقد تبدو هذه الأماكن غريبة وحتى مخيفة للبعض وكأنها مأخوذة من مشهد في فيلم خيال علميا وسنستعرض لكم أغرب عشر مكانا على هذا الكوكب واحد الشاطئ الأحمر يقع هذا الشاطئ في منطقة بانجين بالصيني وهو مغطى بنوع من الطحالب يسمى سويدا يتحول لونها إلى أحمر لامع في فصل الخريف اثنان طريق عظام الحوتي تقع هذه المنطقة على بعد نحو 150 كم من ساحل ألاسكا ويوجد فيها بقايا عظام حيتان تشمل عظام الفك والفقرات وكان رأى العلماء في هذه المنطقة أنها عبارة عن مكان عبادة قديم يعود تاريخه إلى القرن الخمسة عشر الميلادي ثلاثة بحيرة هيلر بحيرة غريبة لكنها ذات مظهر جميل تقع في أستراليا ويقال إنها تحتوي على نسبة عالية من الملح وإن فيها تحالب محبة للملح وتوجد فيها ملحائيات عصوية ذات لون وردي يكسب البحيرة اللون الوردي على مدار العام أربع مثلث برمودة هو مثلث غريب وكبير بشكل مذهل يغطر مساحة 500 ألف كيلو متر مربع في المحيط الأطلسي وحسب التقارير التي كتبت عن هذا المكان فهو يتسبب في اختفاء الطائرات والسفن التي تمر به بشكل خارج عن المألوف ولا يمكن تفسيره خمسة جسر العمالقة يقع هذا المشهد طبيعي الغامض في أيرلندا الشمالية وليس من صنع الإنسان وحسب العلماء فإن هذا المنظر قد تشكل منذ نحو 6 مليون سنة بسبب البازلت المنصهرة الذي خلفه ثوران بركاني وخلفت الحمم المتصالبة هذه التشققات المثيرة للدهشة في الصخور 6- باب جهنم وحفرة تقع في تركمانستان في قرية ديرويز أعرف بمنطقة الغاز الطبيعي المحترق وهي مشتعلة من دون توقف منذ أحرقها السوفيات قبل نحو 40 عاما 7- منطقة حزام صمت من أغرب الأماكن على وجه الأرض تقع بالقرب من دورانبو بالمكسيك ويعتقد أن الساعات وأجهزة الراديو توقفت مرة واحدة عن العمل في هذه المنطقة 8- بحيرة الدمي تقع في بوليفيا وتوصف بأنها بحيرة دمية وتخلق هذه البحيرة ذات العمق الضحلي 35 سنتيمترا تباينا حقيقيا بمياهها الحمراء ويعود لونها إلى الرواسب 9- بحيرة أبرهام رغم جمالها المذهل فإنها بحيرة صناعية خطيرة سترغب بالابتعاد عنها فهي مملوئة بالفقعات المتجمدة داخل جيوب من الميثان المتجمد الشديد الاشتعالي وتقع هذه البحيرة في غرب مقاطعة ألبرتا في كندا 10- نهر بولين يقال إن نهر بولين في الأمازون مجرد أسطورة لكن تم إثبات وجوده فعلا واكتشفه أندريس روزو هذا النهر الأسطوري في منطقة البيرو من غابات الأمازون على الرغم من إدعاء العديد من زملائه بأن من المستحيل العثور على هذا النهر والاسم المحلي لهذا النهر هو سانيتم بيشكا ويعني مغلي بحرارة الشمس كذلك فهو من الأنهار التي لن ترغب بالسباحة فيها إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر إعجاب وشاركونا رأيكم بالتعليقات شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة